الفراولة تعتبر واحدة من أجمل وأهم الفواكه الشتوية اللي بيكون عليها إقبال كبير من الأسر المصرية غنية بالعناصر الغذائية كمان بتساعد في مقاومة الإصابة بالعديد من الأمراض وتقوية الجهاز المناعي وغنية بالفايتامينز اللي بتفيد جسم الإنسان بصفة عامة خلينا نرف تفاصيل أكتر عن أهمية الفراولة الغذائية والتأثير الإيجابي على صحة الإنسان من ناحية الفايتامينز اللي موجودة في الفراولة وإيه كمان تأثير على الإنسان خاصة في فصل الشتب معنا عبر تطبيق زوم دكتورة مانيل عز الدين أخصائية التغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة سبعة الخير على حدك يا دكتور ويعني في البداية حابين نعرف من حضرتك أهمية تناول الفراولة على صحة الإنسان في مختلف بقى أشكالها إن كان عصير إن كانت مربة إن كان حتى تناولها كده حد يأكلها كده قولي لي إيه فوائد الفراولة الغذائية صباح الخير على حضرتكم صباح الفراولة الفراولة من الفواكه الصحية واللذيذة واللي بتتميز بكمتها الغذائية المرتفعة هي مفيدة طبعا لجميع الفئات العمرية وعوز أقول لحضرتكم إن في دراسات تم إجراءها وجدت إن حوالي تلاتة وخمسين في المية من الأطفال من سن سبعة سنين لتسعة سنين هي الفكهة المفضلة لديهم أول حاجة بتتميز الفراولة طبعا باللون الأحمر الجميل وده بيرجع لوجود سبعة الأنسوسينين اللي بتعتبر واحدة من أقوى مضادات الأكسادة اللي بتقلل من فرص الإصابة بالسرطان كمان بتحتوي على الفلافنايد اللي بيعتبر من مضادات الالتهاب مريض ضغط الدم المرتفع دايما بننصحه بتناول الفراولة لأنها غنية بعنصر البوتاسيوم اللي بيقلل من نسبة ارتفاع ضغط الدم لعشاء الرشاقة والرجيم الفراولة من أفضل أنواع الفواكه اللي نقدر نضمها لنظامنا الغذائي لأن 100 جرام فراولة بيدينا حوالي 32 سعر حراري فسعراتها الحرارية قليلة جدا كمان غنية بالألياف فبتدينا شعور بالشبع لفترات طويلة وبتحفز إنتاج هرمون اللابتن اللي بيقلل من شعورنا بالحاجة للطعام وبيدينا شعور بالشبع كمان بيساعد على رفع كفاءة الحر قلت لحضراتكم أنها غنية بالألياف طبعما غنية بالألياف يعني هتنظم مستوى السكر في الدم هتقلل من نسبة الكوليسترول الدار هتقي من الإصابة بالإمساك الفراولة من الحاجات الجميلة اللي بتساعد على التحصيل الدراسي لأن فيها نسبة من اليون السيدة الحامد بننصحها بتناول الفراولة لأنها بتحتوي على حامد الفلك الهامد بصحتها والصحة الجنين طبعا الفراولة غنية فيتامين سي 100 جرام فراولة فيهم حوالي 58 ميلي جرام من فيتامين سي فعاوز أقول لحضراتكم والسادة المشاهدين أن نسبة فيتامين سي الموجودة في 100 جرام من الفراولة أعلى من نسبة فيتامين سي الموجودة في 100 جرام من البرتقال والموالح على عكس الناس عارفها دكتورة يعني ما قال لن البرتقال فيه أكتر يعني مثلا نسبة الفيتامين سي عن الفراولة لكن كلامك جميل جدا وتقول لنا أن الفراولة يعني فيها كل حاجة حلوة مفيدة طبعا للصحة ويعني فيها مضادات الأجسادة بس عايزة أسأل حضرتك الأكثر منها في بعض الناس بيقولوا مثلا ممكن تعمل حساسية أكتر الناس معينين مفروض يعني لا يفرطوا في تناول الفراولة هل جانب آخر لها بعض التأثيرات؟ بعض الأشخاص فعلا ممكن يكون عندهم حساسية من تناول الفراولة ودي بتظهر في شكل إحمرار وتورم وتفح جلدي وطبعا في الحالة دي احنا بنتوقف عن تناولها وبنتجه لزيارة الطبيب الفراولة غنية بالإمساج فكسرة المتناول منها ممكن يسبب لنا إسهال فدايما نصيحاتنا أن احنا يعني ناكل وما نكترش والاعتدال كويس ممكن تعمل بعض المشاكل في اترابات التنثيل الغذائي للجسم يعني فعشان كده ما نكترش منها ده كلام حضرتك صح؟ ما نكترش منها لأنها ممكن عشان غنية بالأليف فعلا تسبب لنا الإسهال ولو شخص عنده استعداد للحساسية بتسبب له طبعا حساسية وفي الحالة دي احنا بننصحه أنه ما يتناولش أي منتجات فيها فراولة ولا يشرب عصير فراولة ولا مربط فراولة ولا أي حاجة بتحتوي على الفراولة والفراولة زي ما قلت في بداية حديثي هي من الفواكه المحببة للأطفال نقدر نقدمها لهم في شكل عصير نقدر نقدمها لهم في شكل طبق صلطة فواكه ربط الفراولة كمتها الغذائية مرتفعة ونقدر ندرجها في نظامنا الغذائي ونظام أطفالنا الغذائي وسبحان الله يبتحتوي على كنز من المعادن والفيتامينات فنصحتنا دايما لو ما عندناش منها أي مشاكل صحية إن هي تكون موجودة على مائدة الأسرة وبرضو احنا احتياجاتنا اليومية يعني ما تزيدش عن كباية عصير فراولة أو حوالي 150 جرام من الفراولة بالشكل ده بنقدر ناخد احتياجاتنا من فيتامين سي بنقدر نستفاد من العناصر الغذائية الموجودة فيها وما تسبب لناش أي ضرب طيب دكتور هل في مرضى بعينهم أو في أشخاص بعينهم لا ينصح إن هم يكلوا فراولة ولا لا غير طبعا الناس اللي عندهم حساسية طبعا لو شخص مريض ضغط دمه منخفض بطبيعة ضغط الدم المنخفض عنده بنقوله ما يكسرش من تناولها لأن يكلها ولكن ليست بكميات كبيرة ما يكلهاش بشكل يومي لأنها طبعا تحتوي على عنصر البوتاتيوم اللي بيقلل من ضغط الدم فنصحتنا برضو لمريض ضغط الدم المرتفع المنخفض إنه ما يتناولهاش بكسر مريض ضغط الدم المنخفض طبعا دكتور منال هل في فرق ما بين الفراولة المجمدة والفرش يعني في القيمة الغذائية هل لما تبقى مجمدة القيمة الغذائية بتقل شوي طبعا الخضار كل أو الفكهة بشكل عام كل ما كانت طازة وكل ما كانت فرش كانت كومتها الغذائية أكبر زي ما قلت لحضراتكم في بداية حوارنا أنها بتتميز بتوفر فيتامين سي فيها بكميات كبيرة للأسف التجميد بيقضي على فيتامين سي أو بيقلل نسبته بدرجة كبيرة فأنا لو باخد الفراول عشان أقدر استفيد من فيتامين سي فيفضل طبعا أن أنا أخذها بالصورة الفرش بصورة السمرة الكاملة لأنه ده بيحقق للاستفادة القصوى من فيتامين سي وأهمية فيتامين سي طبعا أنه بيدعم الجهاز المناعي كمان فيتامين سي بيحمينا من الإصابة بالأنيميا لأنه بيرفع من كفاءة امتصاص الحديد فأنا لو عندي شخص مصاب بالأنيميا ونظامه الغذائي مدرج فيه أنه يتناول فيه الفراولة فلازم أقدم له الفراولة بالشكل الفرش الشكل المجمد هي بتحتفظ تقريبا بمعظم عناصرها الغذائية ولكن فيتامين سي ما بيكونش متوفر فيها بالشكل المتوفر في السمرة الطبعية نشكر حدث سبا شكرا جزيلا دكتورة مانيال عز الدين البحثة بمعهد تكنولوجيا الأخذية على كل المعلومات العلمية والصحية عن فوائد الفراولة صباح الخير على حضرتك